بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء هنحكي عن أدوات الكتابة في برنامج الفوتوشوب أداة الكتابة موجودة عندي في شريط الأدوات رمز الأيقونة حرف T اختصارها من لوحة المفاتيح حرف T نختار الأيقونة من شريط الأدوات ومجرد اختيار الأيقونة بلاحظ أنه مغشر الماوس اتغير إلى مربع منقط وفي داخله سهم صغير وشريط الخصائص الخاص بأداة الكتابة اتفعل ومجرد أضغط ضغطة واحدة بزر الفار الأيسر بلاحظ أنه أن شأني لاير جديدة خاصة بالكتابة وبلاحظ في المنطقة هاي في عندي نقطة صغيرة نقطة سودة هاي مؤشر لبداية الكتابة نبدأ نكتب بسم الله الرحمن الرحيم بمجرد أنه أحرك الماوس بعيدة عن الكتابة بلاحظ أنه تغير شكل المؤشر الماوس إلى أداة المفتول نضغط بزر الفار الأيسر نبدأ نحرك النص في المنطقة هاي بلاحظ أنه حروف النص مفرقة هاي المشكلة عندي ولحل هاي المشكلة دغطة بزر الفار الأيسر برا نحكيله Edit Preferences Type اختيار الاختيار الاختيار اختاره هروح احول من East Asian إلى Middle Eastern and South Asian نضغط دغطة هاي وتنحكيله اوكي على اساس يتفعل هذا الابشن لابد انه اعمل اغلاق لبرنامج الفوتوشوب الان احنا فتحنا برنامج الفوتوشوب من اول جديد نبدأ نكتب بسم الله الرحمن الرحيم باللاحظ انه مشكلة الحروف المبعثرة والمفاصلة انحلت خلينا الان نشوف الخصائص المتعلقة بادات الكتابة اول خاصية عندي الخاصية هاي الى علاقة بالوريونتيشن اتجاه النص بلاحظ انا عندي اتجاه النص هنا بشكل افقي اذا ضغطت على الايقونة هاي بلاحظ انه تحول النص من افقي الى رأسي نضغط كمان ضغطة بلاحظ انه النص تحول من عمودي من رأسي الى افقي نبقى هاي الايقونة وظفتها تغيير اتجاه النص من افقي الى عمودي ومن عمودي الى افقي في المنطقة هاي عندي لجموعة خطوط للنص فعلى اساس انه اقدر اغير خصائص النص لابد انه احدد النص بايمكاني دابل كليك بحدد لي الكلمة واحدة تلاتة كليك بحدد لي النص بالكامل او بجفانة وبحكي له كنترول ايه في المنطقة هاي بنقدر نغير لاحظ تغيرات النص في انواع نصوص بتزبط معي وانواع لا خلينا نشوف نمط من الانماط الموجودة بالشكل هذا اخترنا نوع نص تغيرنا النوع انا عندي نصوص موجودة عندي في المنطقة هاي وعايز انه اضيف نص اخر غير الموجود في القائمة في عندي موقع عديدة ابتدعم هذا الكلام عندي موقع مثلا الف واحد فري فونت عندي الف واحد فونت عندي دي ايه فونت وحتى لو رحت على جوجل وكتبت مجموعة خطوط او خطوط عربية هيعطيني مجموعة من خطوط على سبيل المثال انا اروح فتاحة الموقع هذا اللي هو الف واحد فري فونت وبننا نختار نوع من انواع الخطوط اللي بتعجبني فع سبيل المثال نختار نوع من انواع هاي نحكي له مثلا الخط هذا انا عجبني فاول شيء بتحكي له بدأ الخط يتحمل على الجهاز اكتمل التحميل الان نضغط ضبلي كليك بزر فقر الايسر فتح معي المجلد بروح على الملف اللي امتداده تي تي اف فبضغط ضبلي كليك عليه فبحكي له هانا تثبيت الان تم التثبيت على الجهاز نرجع على برنامج الفوتوشوب هلقيت الان انا نختار اداة تيكس تول نضغط ضغطه بامكانه نكتب مثلا نص انجليزي بليستايل يحدد النص كونترول اي خلينا نشوف النص اللي انا اخترته اللي هو كان بلو بلو بيري ريجولر فتم التعديل بالشكل هذا طب الان لو انا عندي مجموعة خطوط بدي انزله مع بعض هل بدي اروح انا على الموقع هذا واحمل كل واحد لوحده اروح على المجلة اللي بيحتوي مجموعة الخطوط اللي بنزلها على سبيل المثال انا عندي مجموعة من الخطوط هاي بامكاني اثبتها مرة واحدة بحدد الخطوط كلها كونترول اي تم تحديد جميع الخطوط نقلق يمين بحكي له تثبيت يتم الان تثبيت هاي الخطوط مثلا عندي انا سبعة وكمسين خط فجاعد بثبت لي اياهم على الجهاز تم التحميل الان نجدهم الان موجودين في قائمة مين تيكس طايب نرجع لبسم الله الرحمن الرحيم في المنطقة هاي ازا كان نوع الخط يحتوي على اكثر من وزن هنلاقي الانماط المولودة للوزن هذا مثلا ايريال نارو ايريال بلاك ايريال بولد اي تلك القائمة اللي جانبها في عندي تي سمول و تي كبيرة هادي الى علاقة بحجم النص بلاحظ بيبدا عندي ستة تمانية تسعة عشرة فبختار الرقم اللي انا عايز لو ما بدي اي رقم من هذولا لو بدي رقم مثلا يكون فردي على سبيل مثال ان يقول مثلا بذل اتنين وسبعين مثلا بدي خمسة وسبعين فانا بامكاني بأضع بأضع الضبلي كليك هانا وبكتب خمسة وسبعين فبالتالي الرقم المش موجود عندي بقدر اكتبه كتابه طريقة اخرى للتكبير وتصغير انه انا بامكاني اي اجي هانا بحرك لليمين بتم التكبير لاحظ اتنين وتسعين لليسار اربعة وسبعين طريقة اخرى وانا واقف هنا بضغط كنترول لو اجيت في المنطقة هاي بقدر اسحب هانا بلاحظ انه حجم الخط كبر هان تي كنترول بقدر اغير وازغر بالاسهم انا هجيت ضغط على كنترول وبحرك بالاسهم بالماوس فبلاحظ انه انا بقدر اكبر واصغر في المنطقة هاي في عندي في المنطقة هاي هذا مركز اللاير في المنطقة هاي بقدر اعمل روتايت للمركز ولو غيرت المركز في المنطقة هاي في المنطقة هاي هان مثلا بقدر اعمل روتايت للمركز اللي غيرته الرجع المركز في المنطقة اللي كان فيها شفنا عملية التكبير باكتر من طريقة لو حددنا النص برضو في عندي في المنطقة هاي شكل حدود النص هلوه شار لاحظ كيف التغير كريس سترونج سموث هاي انواع لحدود النص الان انا عندي النقطة هاي كانت نقطة البداية لكتابة النص لو انا حكيت له توصيد فبلاحظ انه نص النص على يمينها والنص الاخر على يسارها لو حكيت يمين فلاحظ انه النقطة هاي على يمين النص لو حكيت له يسار الاحظ انه النقطة على يسار النص هاي العلاقة بالمحاذاة يمين النقطة على يمين النص يسار النقطة على يسار النص سنتر النقطة في مركز النص في المنطقة هاي العلاقة بلون الخط لابد انه احدد النص نضغط في المنطقة هاي. هلقيت نبدأ نغير لون النص بالشكل الابدنية. بنحكي له اوكي. في المنطقة هاي. العلاقة بالراب تيكست. في اول شيء نن لو انا بدي نص بشكل ارق. لاحظ التغير كيف صار عندي. استيل اخر. ارق بلاور. ارق ابر. تبقى انماط. في عندي انا موجود الفلاق بشكل علم. فش سمكة. فش اي عين السمكة. اه موجود اكثر من راب تيكست موجود عندي. خلينا نحكي له الفلاق مثلا. في المنطقة هاي الفلاق ممكن يكون هوريزنتل بشكل افقي. او بشكل بشكل عمود. شوف التغير. خليه هوريزنتل. في عندي حاجة اسم بنت. شوف التغير ايش بيسير? لو انا اتحكمت او غيرت. بالشكل هذا. بلاحظ التغير. في عندي هوريزنتل دستروشن. لاحظ كيف التغير هيسير. بالشكل هذا. وعندي في المنطقة هاي في عندي بشكل افقي. لاحظ التشويه لنص كيف بيسير. لو ما بدي اعمل اي تعديل فانا بدي احكي له نن. بنحكي له اوكي. هل جيت انا بعد مخلص كتبت بسم الله الرحمن الرحيم. في عندي زرين للانتر. زر الانتر اللي عند الحروف. وزر الانتر اللي عند الارقام. اذا ضغطت انا على زر الانتر اللي عند الحروف. فبالتالي بيبدالي سطر جديد. بقدر اكتب. ايش تاني? الحمد لله رب العالمين. لو ضغطت الانتر الجنب الارقام بنهيلي مكان الكتابة. يعني بحكي لي انه خلص النص انتهى. يعني حكيت له في المنطقة هاي صح. خلينا نحدد النص. كنترل ايه. في المنطقة هاي نشوفه شفيه عندي خصائص. في عندي كاراكتر. عندي عندي اول شيء ايريال. نوع الخط شفناه في المنطقة هاي. شفناه برضو في المنطقة هاي. اذا كان عندي انماط واوزان للنوع الخط هادا. عندي تي سمول و تي كابتل في المنطقة هاي شفناها اللي هي الى علاقة بتكبير وتصغير حجم الخط. في المنطقة هاي ايه ايه? لفوق وتحت. لو انا طلعت لفوق. لاحظ ايش بتصير التغير? بزيد الرقم. اللي هو ايش بيسوي? بزيد التباعد بين الاسطر. خلينا نكتب رقم من عندنا. بدل مية اربعين تقريبا نحط مثل مية وستين انتر. ولاحظ انه صار تباعد بين الاسطر. نقلل. نخليها مثلا خمسين. نلاحظ انه النص جرب على بعضه. خلينا نزود. في المنطقة هاي بيعمل لي تقنين للاحرف. set the canning between two characters. بين حرفين. في عندي ميتريكس. في عندي انا لاحظة تغير بين الحرف التاني. نرجع للميتريكس. بامكاني اتحكم هنا. ازيد رقم. اقل الرقم. او اقل يا زيرو. الفي اي اي اساهم هذا. اذا كان انا بكتب نص باللغة العربية. بعمل تباعد بين الكلمات. لاحظ الفرق. تباعد بين الكلمات. كل ما قل الرقم. بتقرأ بالمسافة لبعض. وكل ما بزيد الرقم بتبعد المسافة. طيب. اذا كان النص عندي في المنطقة هاي. النص انجليزي. في المنطقة هاي بيعمل تباعد ما بين characters. الحروف. تباعد وتقارب. ما بين الحروف. نحدد النص هادا. ها نكون هاي بجعمل scale vertically. بعمل تكبير وتصغير بشكل عمودي. يعني بدل مية في المية مثلا. ممكن اخليه متين في المية. كبر لي النص بشكل عمودي. فمسين في المية. قلل لي الرجعه لمية في المية. التي والساهم للي يسار اليمين. بعمل لي scaling بشكل هوريزنتلي. لاحظ معي على التغير. انا عندي مية في المية. خلينا نحكي له مثلا متين في المية. كيف عمل scale للنص. بخليه خمسين في المية. صغر النص بشكل انفقي. الرجعه لمية في المية. لاحظ معي انا ما كنت اعمال له scale بشكل عمودي. وشكل هوريزنتلي. حجم النص ما اتغيرش. بس اعمل scale تكبير وتصغير للنص. في المنطقة هاي. في عندي انا لاحظ معي. النقطة هاي وين موجودة. النقطة السوداء. النقطة بداية الكتابة. نحدد النص. بامكاني ازود كمان. مثلا ميت. لاحظ ان النص بعل على النقطة هاي ميت بويت. نحدد النص. وبامكاني احكي له زيرو بويت. انت. لاحظ على نفس المستوى. لو حددنا النص. الايقونة هاي بحكي لي انه انا بعمل فوكس بولت. اعمل خط غامق. تغير كم في النص بيصير. هاي. الايقونة بحكي لي مائل. ايتلي. هاي الايقونة بحكي لي انه كل الحروف تكون كابتل لطر. الايقونة هاي بحكي لي اياها كل الحروف تكون كابتل لكن بحجم صغير. لو بدي اكتب مثلا اتنين اوس خمسة. هاي اتنين خمسة. المفترض انه الخمسة تكون في المنطقة فوق بالحدد الخمسة. فبحكي له بديها سوبر سكرايب. فبطلع اتنين اوس خمسة. كأني بحكي له اكس تربيع بسين تربيع بدي احطها في المنطقة هاي. طيب المنطقة هاي. لو انا بدي اجي اكتب رمز المية. عاسب المثال اللي هو اتش تو او. المفترض الاتنين تكون تحت. فأنا بنتحكي له في المنطقة هاي. سبسكرايب. ضغطة ضغطة فبلاحظ انه الاتنين تحت. او بدي اجي احكي له مثلا سي او تو ثاني اكسيد الكربون. نرجع لخصية في المنطقة هاي. في عندي انا اندر لاين. بدي النص يكون اسفلو خط. ما بدي خط اسفلو. بدي انه يتوسط خط. الان لو بدي اجي اكتب مثلا رقم. في المنطقة هاي. زير و واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. الارقام هاي اللي كتبناها. انا بدي ايش اي اكون بالنمط العربي. الارقام هاي لو بدي احول لغتها. انا كيف ممكن احول اللغة. في اوبشن عندي هنا مش ظاهرة. فانا اممكن اروح على طايب. نحكي له لانجويك اوبشنز. وحكي له بدي الميدل. اسرين في شرص. فبلاحظ اتفعلت مجموعة من الخواص. الان انا بدي اغير نوع الخط. اول شي على اساس يتغير معي نوع الخط. من عربي لا هندي. لابد ان اشوف خط يتلائم مع الكلام هذا. يعني مثلا على الخط ايريال. انا عندي الهندي بالشكل هذا. العربي بالشكل هذا. شفنا كيف انغير شكل الرقم من عربي لا هندي. وفي عندي هانا فارسي. الراجع لاربي. في المنطقة اي في عندي براغراف. هذي الى علاقة في المنطقة هاي. كنترل ايه. ممكن نجي نعمل محاداة. اليسار. الوسط. اليمين. ايضا بامكاني انه انا بادية التكست بدل ما اضغط ضغطة واحدة. بضغط ضغطة وبسحب بالماوس. انه انا اكتب في مكان معين في المنطقة هاي. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بلاحظ انه كتب لي بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت النص مش ظاهر. لا هو مخفي تحت لو انا سحبت في المنطقة هاي. بلاحظ انه النص ظهر معي. بامكاني نحدد النص كنترل ايه. ونعمل محاداة للنص. بالشكل هذا. ممكن نصغر حجم النص شوية. نحطه في المنطقة هاي في الوسط مثلا. شفنا كيف انا اكتب في منطقة زي هاي. وبامكاني ايضا انه انا اكتب على مصار. نختار اداة البنتول. نضغط ضغطة بزر فارل ايصر هانا نعمل ادراك. نيجي في المنطقة هاي نعمل ادراك. بالشكل هادا. المصار. الان نختار اداة التكستول. بلاحظ شكل مؤشر الماوس. بمجرد ما اقربه على المصار. بلاحظ انه شكل الماوس اتغير. نضغط ضغطة بزر فارل ايصر. الان انا جاهز لعمل نكتب باسم الله الرحمن الرحيم. بلاحظ ظاهر معي فقط باسم الله الرحمن الرحيم. موجودة لكن مخفية. هل جيت على اساس اظهرها. ايضا موجود عندي هنا دائرة في داخلها زائد. في عندي مربع. وفي عندي هنا اكس. على اساس اظهر النص. وزبط النص عندي ممكن نضغط على زر كنترول. نيجي على الاكسانة. نسحب. بلاحظ انه بسم الله الرحمن الرحيم ظاهرت عندي على المصار. وبامكاني ازا كان النص بدي اقربه لتاحت. نضغط كنترول. وعندي على المربع هذا الصغير نقدر نعمل ميرور للشكل. لاحظ كيف عملنا ميرور. بسم الله الرحمن الرحيم كانت صارت لتاحت. وممكن نضغط كنترول. ونعمل ميرور ميرور لبيرتكلي. يعني انا بقدر اعمل ميرور بشكل بيرتكلي. ايضا بامكاني الكتابة على حدود شكل. حسبين المثال انا عندي البستول. اداة عندي دائرة. بالشكل هذا. نخلي الفيل لون نوفيل نوكلار. نخلي لون اسود. الان بامكاني بروح على اداة التكستول. مجرد اختراع اداة التكست. لاحظ معاشر الماوس. اجي اقرب للدائرة من الخارج. مجرد تغير شكل الماوس. ببدأ اكتب بسم الله. بلاحظ انه النص يتلائم مع شكل الدائرة من الخارج. في المناطق هاي انه اجي اكتب على حدود الدائرة او حدود شكل. يفضل انه اكتب نص باللغة الانجليزية. لانه النص باللغة الانجليزية عبارة عن حروف مباثرة. فبعطيني شكل افضل. نعمل دابلكيت لاير. ناخد دائرة تانية. الان ايضا بامكاني انه اكتب داخل حدود الشكل او الدائرة. نختار اداة التكست. نيجي. لاحظ مؤشر الماوس. بتغير مؤشر الماوس. من مربع الى دائرة. نضغط ضغطة. فبجو اقدر استطيع انه اكتب فبكتب لي هانا داخل حدود الدائرة. ايضا بامكاني الكتابة داخل مصار. نختار اداة البنتول. نضغط في المنطقة هاي. انا قاعد بعمل مصار. قلقت المصار. بنيجي لاداة التكستول. الان بقدر اكتب داخل المصار. كأنه زي الشكل. زي ما كتبنا قبل شوية في الشكل. انتر. في عندي كمان في المنطقة هاي. اللي هو الهوريزينتل طايب طول. وهنا فيرتيكال طايب طول. الهوريزينتل اللي احنا شفناه الهوريزينتل انه انا بضغط هيك. وبكتب النص اللي انا بدي اياه. بشكل فيرتيكالي. بعض الاوقات بيكون انا عندي صورة. عندي بوصر. عندي مجلة. فيها خط عجبني. انا عاوز استخدم الخط او اعرف ايش نوع الخط هذا عشان استخدمه. فاول شيء بروع على اداة select tool. على سبيل المثال انا اخترت اداة rectangular mark tool. نعمل تحديد للنص. بعد هيك تبروع على طيب. في حاجة اسمه match font. يضغط عليها ضغطة. هو اللي قاعد بيبحث على الانترنت بيعمل matching للنص اللي انا حددته. فبقولي هيي انواع اللي تكون قريبة للنص هذا. ولاحظ انه national geographic مكتوبة مجموعة similar fonts. فونتس مشابه للنمط هذا. فانا بختار الخط هذا اللي بدي اياه وبروع نزله من الانترنت وبضيفه عندي. اوكي. اعطيكوا العافية. ونرجم للمولى عز وجل ان تكون استفدتوا من هذا اللقاء.